بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس التحولات النووية نتضرق في هذا الفيديو إن شاء الله مختلف الأنشطة الإشعاعية أولاً النشاط الإشعاعي النشاط الإشعاعي ألفا الدقيقة ألفا هي نواة الهيديوم الدقيقة ألفا الدقيقة ألفا هي نواة الهيديوم أشئو إثنان أربعة معادلة هذا النشاط معادلة التفاعل النووي لهذا النشاط إكس زاد أ يعطي إكس زاد ناقص جوش أ ناقص أربعة زائد نواة الهيديوم جوش أربعة حيث بالنسبة لها التفاعل النشاط الإشعاعي وهو تفتت ناوي طبيعي تنبعي خلاله دقيقة ألفا لدينا قواني من حفاظ A من حفاظ العدد A A يساوي A ناقص أربعة زائد أربعة زائد يساوي زائد ناقص جوش زائد جوش إذن نحفاظ عدد النويات ونحفاظ عدد البروتونات ونحفاظ عدد ناقص جوش زائد ناقص جوش إذن ناقص جوش نضع زاد زاد و A زاد و A ونحسب محدد A و Z من طلاقا من قوانين من حفاظ من حفاظ عدد النويات يعني عدد الكتلة A 238 تساوي A زائد أربعة إذن A تساوي 238 ناقص أربعة تساوي 234 من حفاظ عدد الشحنة من حفاظ عدد الشحنة إنه من حفاظ Z 92 تساوي Z زائد إثنان 92 تساوي Z زائد إثنان أي Z تساوي 92 ناقص جوش تساوي 90 و باعتماد على الجدول الدوري نجد أن Z تساوي 90 هو عنصر الطريوم و عنصر عنصر الطريوم طريوم T H ساوي 224 ثانيا النشاط الإشعاعي بيطا ناقص ثانيا النشاط الإشعاعي بيطا ناقص دقيقة بيطا ناقص هي الدقيقة بيطا ناقص هي الإلكترون الدقيقة بيطا ناقص هي الإلكترون نرمز له ب B E 0 E Z ناقص ناقص 1 صورين Z تساوي ناقص 1 وأ تساوي 0 معادلة التفاعل النووي لهذا النشاط أيضا هو تفتت طبيعي تنبعي تخيله الدقيقة بيطا ناقص معادلة التفاعل النووي النوات الأصلية X Z A تعطي نوات متولدة Y زائد الإلكترون إذن العدد Z نقص Z زائد 1 Z يساوي Z زائد 1 نقص 1 و من سؤال A يساوي A زائد 0 إذن نحفظ العدد A نحفظ العدد Z مثال مثال الكربون C 6 14 كربون C 16 يعطي نوات نمثلها Y زائد A ثم نحدد Z A بعد ذلك 0 ناقص 1 نحفظ العدد A 14 يساوي A زائد 0 هذا يبين A تساوي 14 و نحفظ العدد Z 6 تساوي Z ناقص 1 أي Z تساوي 7 إذن نبحث أيضا في جدول ونجد أن Z تساوي 7 هو عنصر الأزوت N N N 7 14 دقيقة ثالثا النشاط الإشاعي بيتا Z ثالثا النشاط الإشاعي بيتا زائد بيتا زائد دقيقة بيتا زائد هي دقيقة بيتا زائد هي البوزيترون بوزيترون بوزيترون هو له نفس كتلة الإلكترون ولكن الشحنة معاكسة له نفس نفس كتلة الإلكترون ولكن شحنتهم شحنتهم معاكسة معاكسة لشحنة الإلكترون ونرمز له ب زائد زائد واحد صفر معادلة التفاعل النووي للنشاط الإشاعي بيتا زائد معادلة التفاعل النووي معادلة التفاعل النووي النوات المتولدة XZA تعطي النوات الأصلية XZA تعطي نوات Y زائد بوزيترون Z زائد واحد صفر نحفاظ العدد A زائد صفر يساوي A نحفاظ العدد Z إذن Z ناقص واحد زائد واحد يساوي Z مثال 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 للنشاط الإشاعي بيتا زائد الزائد 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 سبع ثلتاش نحدد العدد Z و A بالنسبة ل Y نحفاظ العدد A إذن 13 تساوي A زائد 0 والتالي A تساوي 13 نحفاظ العدد Z زائد سبعة يساوي Z زائد واحد هذا يبين أن Z تساوي 6 نبحث في الجدول العناصر الدورية فنجد أن Z تساوي 6 عنصر نواة نواة الكربون قطرة الكربون الموز العدي C 6 6 13 C 6 13 رابعا وأخيرا النشاط الإشعاعي Gama النشاط الإشعاعي Gama Gama عبارة عن النشاط الإشعاعي Gama عبارة عن موجات كهرومغناطيسية النشاط عبارة عن موجات كهرومغناطيسية موجات كهرومغناطيسية ذات طاقة كبيرة جدا ذات طاقة كبيرة جدا حيث أن النواة المتولدة حيث أن النواة المتولدة تكون مصارة نواة متولدة تكون مصارة وتفقد إصارتها تفقد 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 إصارتها ببعث فائض طاقة ببعث فائض الطاقة الطاقة معادلة التفاعل النووي معادلة تفاعل النووي النواة المتولدة Y Z ممنوز لهذه نجمة Y Z هذه نواة متولدة ومصارة تعطي نواة فقدت إصارتها أي نواة في حالة الأساسية نعم إشعاع G مثال بعيد بعيد لأنه مضغط للشاشة قلنا النواة المتولدة Y Z نعم نجمة لأن الزب المطار تتفت وتعطي نواة نواة في حالتها الأساسية زائد الإشعاع G وهذا النشاط الإشعاع يكون يواكب دائما الأنشطة الإشعاعية أخرى ألفا أو بيطا أو غاما مثال مثال الأكسجين 618 يعطي نصار يفقل الإطار يعطي أكسجين 816 زائد نتمنى أن تكون استفدتم من هذا الدرس ونلتق إن شاء الله في درس آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر